اشتركوا في القناة نضغط على اول نتيجة بحث راح اترك ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف نضغط انتر نيجي نضغط على طبعا زي ما انتم شايفين انه وللويندوز احداش نيجي بنضغط على طبعا انا منزله عندي هون بحال اه تنزيل او نزلته اول مرة بيجي عندك تنزيل البرنامج من هون وهو ما يصغير يعني تقريبا بحدود الاربعتاشر ميجا وبنضغط على زي ما انتم شايفين هاي صفحة البرنامج عندنا في عندي رسالة فوق انه جهازي بحاجة الى تشييك نضغط على زي ما انتم شايفين في عندي ملفات كثير اه لازم احذفها ولا انه هاي بتشكل عبع على الجهاز وبتسبب بطء للجهاز لو ضغطنا بروسيد بحذفنا اياها كاملة بنرجع على هون في عندي هون طبعا بعطيني الممري المستخدمي حاليا لسبع وخمسين في المية وعندي اثنين جيجا طبعا هاي كلها بتعمل بطء في الجهاز لو ضغط على بوست بينظف ليها مباشرة في عندي هون برضو ست سمارت بوست نضغط عليها هون اون اوف في حال اه وصلت الملفات المؤقتة عندي في الجهاز لوحد جيجا اذا كانت اون بنضفها تلقائي اول ما توصل واحد جيجا بنضفها بنيجي هون للجنرال سيتنج هون اذا بدي البرنامج يشتغل تلقائي مع اه تشغيل الجهاز انه في اون اوف هون اللانجوج اذا بنا نغير الواجهة العربي او للانجليزي او اللغة اللي بدنا اياها او اللغة المتاحة نرجع على هون في عندي البروسس بعطينا هاي انه في اربعتاشر شغالين نضغط عليها هون بنقدر نسكر البرنامج المفتوح لشغال مع الجهاز بس نعمل انت بنسكر البرنامج انا مثلا جوجل كروم شغال حاليا بقدر من هون نضغط عليها بسكره نفس العملية هون اللي هي نفس اه خاصية على الويندوز نرجع للهوم في عندي نفس الخاصية اللي هون او ضغطنا عليها نفس العملية نرجع للهوم في عندي هاي الستارت اب اللي الستارت اب اللي بتكون شغالة او اللي بتشتغل مع بداية تشغيل الويندوز وهاي برضو بتشكل عبع على الجهاز وبتسبق بطء مع تشغيل الويندوز من هون نقدر نوقف تشغيلها نرجع للهوم هي عندي او ضغطنا عليها نفس العملية بعطيني اه ملفات لازم احذفها وحجامها كبيرة الويندوز ابدات كلين اه ويندوز ويندوز ارر هاي كلها نفس العملية بحاجة الى تنظيف وبتسرع الجهاز عند تنظيفها بنرجع للهوم هي خلصتنا من هاي الواجهة بنيجي الان على اه على عندي هون بنهون بنضغط عليها بنعمل سكان للجهاز للفيروسات اه بيجي عنده هون الويندوز ابدات اذا بدنا نفعله او لا او بدنا نشوف التحديثات الموجودة بنضغط عليها معطين هاي التحديثات المتاحة حاليا بشيك او بحط صح على البدية وبنعمل نرجع لبروتاكشن بنيجي بعدين ل عندي المتصفح الافتراضي بقدر اغيره من هون انا عندي هون لو ضغطنا عليها بننزل لتحت بعطيني هون الويب براوزر اللي هو نضغط عليها من هون بغير المتصفح الافتراضي اللي بديها مايكروسوفت ايج او او انترنت من هون بقدر اغير بنسكر الصفحة بنيجي على الـ لو في عندي مشاكل في الـ اللي هو شريط الحالة بقدر اعمل له من هون هاي هون معطيني يعني ما عندي اي مشاكل بنرجع ل بعد هيك بنيجي على نستنى عليها شوي مثلا عندي المايكروسوفت اوفيس اللي هو انه هون هس البرنامج الوحيد الافتراضي عندي اذا مثلا في عندي برنامج ثاني غير المايكروسوفت فبظهر عندي هون وبقدر اغير بناتهم مثلا هون عندي الجوجل كروم نفس العملية البرنامج الافتراضي اللي هو الكرد الحاليا وفي الاج اللي هو من مايكروسوفت من الصفح من مايكروسوفت بس اضغط على بستخدوه من بدل الجوجل كروم وبرضه نفس الاشي هون اذا بدي اعمل بدون ما اضغط عليهم واحد واحد اذا عندي برامج كثير بس من هون بعمل نرجع على في عندي لو ضغطنا عليها فعلناها بعطيني البرامج اللي لما اشغلها بطلع فيها دعايات فمن هون بنوقفها ومنطفيها يفضل نخلي الخيار على هون خلصنا من صفحة بنجعلها هنا برضو نفس العملية بس اضغط على بنظف الجهاز كامل بنجي بعدين على طبعا هون اذا بدي ادور على الملفات اللي موجودة في وهنا عندي عشرة ميجا خمسين مية حسب نوع الملف اللي بدي ادور عليه هنا بقدر اختار نوع الملف اللي بدي ادور عليه بس اضغط على فيو افايل اكسبلورر بودين على الملفات اللي حجمها اكبر من عشرة ميجا بترجع على بنجي على نضغط عليها عندي هون في حال عندي ملفات كثير على بارتشنات السي او الدي او الي بقدر انظفها من هون باجي اذا كان في ملفات باجي بضغط هذا الخيار بنظف لي اياها والخيار عندي اللي بقدر احدد الايام من هون انه مثلا ما ينظف ملفات من مرة او بعد يوم او بعد اربعتاشر يوم بحدد المد اللي بدي اياها من هون بس مثلا نكون عندي ثلاثين يوم ببلش ينظف بالملفات نسكر هاي الصفحة خلصتنا من هاي الواجهة بنجعل الابليكيشن طبعا بكرر الخيارات الموجودة بالصفحات الثانية عندي البروسس منجمنت نفس العملية البرامج المفتوح على الجهاز بقدر اسكرها ومجرد الضغط على كلمة اند الستارت اوب ابليكيشن نفس العملية البرامج اللي بتظهر مع بداية تشغيل الويندوز عندي عندي هون اذا بدي اعمل للبرامج الموجودة عندي اذا بدي احذفها نهائيا من الويندوز بس بنضغط عليها بنضغط على نفس العملية للبرامج اللي ما بدنا اياها بنحذفها من هون نسكر الصفحة بنجي على هاي الصفحة الخاصة بتنزيل برامج المايكروسوفت بنسكرها بنجي بعدين على طبعا هاي الصفحة خاصة بالادوات اللي بنقدر نستخدمها بالويندوز على سبيل المثال عندي اذا فعلناها بظهر عندي هذا الشريط اللي هو بريحني من فتح تطبيق البيسي منجر طبعا هون اذا بدي انضف الجهاز بس بضغط على بوست هون عندي سكرينشوت اذا بدي اعمل لقضة شاشة وعندي هون ملف النوتباد وعندي هون اذا بدي افتح من تصفح الاج من هذا المكان بنوقفه حاليا هون برضو الويندوز في عندي هون السكرينشوت اذا بدي اوخذ صورة لاي مكان في الشاشة وعندي السكرينشوت فولدر الصور اللي بأخذها من هون بتنحفظ في الفولدر ها وعندي خيار في حال بدي اسجل صوتي بحكي بالمايكروفون وبتسجل الصوت عندي عندي اذا بدي افتح اه ملف نوتباد بفتحه من هون وعندي الكالكوليتر بنيجي على الويب عندي هذا المتصفح مايكروسوفت اللي هو متصفح وعندي هون الترانسليتر مترجم وعندي هون محول عملات في عندي هون الستنج هون اذا بدي دفع الخيار لسمارت بوست انه ينظف الجهاز من التمبرور فايل بعد واحد قيقة وهون اللانجوج اه وبهيك انتهينا من شرح اه هذا البرنامج المميز ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة